النادي الاهلي نروح لأخبار النادي الاهلي ومصدر داخل النادي الاهلي قال لنا ان الادارة قررت تحويل ملف التجديد للسلاسي حسين الشحات ياسر ابراهيم رابي رابيعة لمارسل كولر عشان ياخد قراره النهائي في التجديد للسلاسي هو قال لهم انه محتاج شوية وقت انه لسه ما قدرش يكون رأيي نهائي عليهم اول ما هيكون الرأي هيبلغ ادارة النادي ادارة النادي الاهلي تنوي التجديد للسلاسي ياسر إبراهيم رامي ربيع حسين الشحاد بس مستنين رأي النهائي من مرسل كولر الموديل الفني للفريق طيب كولر عنده ملاحظات حول لعب النادي الأهلي احنا بقى عرفنا في رقم عشرة بعض الملاحظات لقالها الكولر اللي جاهزوا المعاون ولللاعبين فيما يخص الأيام الماضية في النادي الأهلي كوليس مهمة جدا تعالوا أولا لحضراتكم واحدة واحدة أبرز ما أصار إعجاب كولر في لعبي النادي الأهلي هي الروح التي أظهرها اللاعبين وتنافسهم القوي في التدريبات بجانب استعابهم للتعليمات الفنية وتنفيذها بالشكل جيد حلو طاقة إيجابية كولر كمان أشاد بأكثر من لعب أبرزهم اليو ديانجو أكرم توفي وطاهر محمد طاهر وبرونو السافيو حيث يرى أنه يمكن توظيفهم في أكثر من مركز يستغل الملعب ويجدون أكثر من دور أيضا أشاد المدرب السويسري بالتزام بعض اللاعبين بالأوزان المطبقة داخل الفريق وأرقام الكواسات البدنية لكل لاعب حيث أكد أن بعض اللاعبين يلتزمون بالتعليمات الغذائية والبدنية بشكل جيد وحريصون على التواجد في الهايكا الأساسي للفريق في حين هناك مجموعة أخرى لا تعمل بنفس درجة الحرص التي عليها زملائهم عارفينهم بس هنقوله لكم لما الموسم يبدأ كده عشان عشان الناس للوقت بتستعد بتاخد فرصة للموسم الجديد فمش عايزين يعني تبقى الأمور سلبية أدام الراجل بيحاول يتعامل معهم إيجابية نشوف إلا بعد وصار انتباه كورر في تقسيمة الكرة التي يجريها لللاعبين حزن بعض اللاعبين الذين يشاركون في الفريق الاحتياطي لغبطهم في التواجد مع الفريق الأساسي وهو ما يراه المدرب السويسري أمرا إيجابيا الجزء الأخير ده عايزة أوضحها لحضراتكم الراجل بيعمل تشكيلة أسية وتشكيلة احتياطية في التقسيمة طيب تشكيلة أسية والتشكيلة الاحتياطية في التقسيمة الهدف منها إيه؟ هو بيبقى عايز من التشكيلة الاحتياطية يشوف نظرات اللاعبين يشوف مشاعر اللاعبين الاحتياطيين يشوف أفكارهم يشوف مين اللاعب اللي عايز يخش التشكيلة الاحتياطية رغبته إسراره عنده أمور نفسية ومعنوية يمناها من النادي الأهلي بيشتغل عليها وبينشوف طباع اللاعبين أفكار اللاعبين التزام اللاعبين كل ده بيعمله بتفاصيل ذكية جدا وأنا برضه شايف أن المدرب غالبا أو متوقع أنه ممكن يعمل مع النادي الأهلي شكل محترم وشكل كبير وجيد